يا هلا والله بالجميع يا جماعة الخير الفيديو هذا بصوره بسبب اني من شوية شفت فيلم والفيلم هذا تقريبا قتل كل شي جميل شفته اليوم فيلم ضيق لي صدري بكل الطرق والاشكال قمت من اللابتوب على الكاميرا مباشرة واتمنى اتمنى اني اقول اللي بقلبي كامل وان شاء الله اني ما اخطئ يا جماعة انا كوجيه كمراجع وكشخص يتكلم عن الافلام والمسلسلات واي شي يخص السينما والتلفزيون عادة احاول اتجنب الامور اللي قد لا تعنيني الامور اللي ما تخص مجالي قدر الامكان احاول ابعد عن الشي اللي ما لي علاقة فيه لاني انا مجرد مراجع وجالس احاول اكون مجرد مراجع ما احاول اخوض في شي انا ما لي علاقة فيه وحاط قدام عيني مقولة دعا الخبز لخبازه زبت احاول انتقد واراجع الافلام بشكل فني قد اصيب وقد اخطئ مراجعاتي محصورة بالقصة والاخراج والسينما والفوتوغرافي والموسيقى التصويرية وغيره من الامور الفنية ولما تجي نتفليكس او غيرها ويحاولون يروجون عبر افلامهم ومسلسلاتهم لايدولوجيات معينة وافكار معينة انا كوجيه ما يهمني طالما ان الاشياء هذه موجهة للكبار موجهة للناس اللي عقولها فراسها وعندها القدرة انها تتخذ قراراتها بنفسها انا ما يهمني ماهو شغلي كل واحد عقله فراسه ويعرف خلاصه الحاد مثلية نسوية ذكورية لا دينية لا ادرية لا بطيخية سادية مازوخية I don't give a f**k طالما ان هالمواد موجهة للكبار I don't give a f**k بس انك تسوي فيلم وتصنفوا للكبار فقط وتخلي ابطال الفيلم اطفال اناث تحديدا اعمارهم ما جاوزت ال 11 سنة وتصور هذول الاطفال على ان عندهم رغبات جنسية وشهوانيين ويبحثون عن امور لها علاقة بالجنس ويحاولون يتعلمون رقصات معينة لا تليق بطفولتهم ويلبسون ملابس لا تمثل طفولتهم ولا اعمارهم بل انها تهدم براءتهم عن بكرة ابيها هنا احب اقول لك وقف الى وين الى وين وطول الفيلم انت حريص انك تورين انه هذا الشي عادي ان الاطفال بملابسهم المبالغ فيها في هذا الفيلم يمشون في الشارع ولا احد طالع فيهم باستنكار وانه هذا الشي عادي انت غلطان لو تتوقع اني كمشاهد راح اتقبل هذه الفكرة انت غلطان لو تتوقع اني كمشاهد بشوف هذا الشي واسكت واضغط ديسلايك وامشي لا والف لا الطفل طفل الين ينضج ويوصل الى السنة القانونية اللي تخليه يفقه ويفهم كل شي من حوله انا اب وعندي طفلة وابغى احرص اشد حرص انها لما تكبر تكبر في مجتمع يميز ما بين الطفل وما بين الشخص العاقل بين الشخص اللي يعرف الحياة ويعرف مصايبها وبين الطفل اللي ما يعرف غير بيبي شارك وجوني جوني ياس بابا والخرابيطة الثانية وانتم مجموعة مؤثرة ويتابعكم العاقل والمجنون ما اعرف وش نوعية جمهوركم مين يتابع الفيلم هذا الحين طفل جاهل ما عنده رقابة ابوية على جهازه ويتأثر بالفيلم التافه ذا ولا شخص مريض ممكن قاعد يستمتع بالفيلم هذا ولا شخص مريض وجالس يكافح انه يخفي هذا الجانب المريض منه تقوم انت تساعده وتشجعه انه يظهره تحاولون توضحون ان الموضوع مرة عادي ايش قاعدين تسوون ايش رسالتكم من هذا الفيلم اللي نعرفوا ان السينما فن والفن رسالة ايش الرسالة من الفيلم هذا ايش ارجوك قولوني اعتبروني انا من يفهم قولولي ايش انا كوجيه والله ما قدرت اكمل الفيلم ما قدرت جاهت نفسي قد ما اقدر لعلي القى لكم عذر وانا تابعه لعلي القى رسالة لعلي القى حجة او حاجش فيها ما فيه ما فيه كل ما مشيت في الفيلم اكثر يبدأ يصير اقبح واقدر ومؤلم للعين والقلب والعقل والفكر تشويه لطقوس دينية تشويه للطفل وبراءته عدم احترام لاخلاقيات ومبادئ كثيرة في البداية مشاهد يظهر فيها اطفال بملابس لا تليق بالطفل بعدين تبدأ تسمع الفاظ انا كرجل بالغ يمكن استحي اقولها وبعدين تخلي هذول الاطفال يتفرجون على مشاهد رقص لا تليق باعمارهم وتخليهم يتصرفون تصرفات ويبحثون في الانترنت عن مواد للكبار فقط لا وتحرص اشد الحرص يا مخرج يا معفن ان الكاميرا تتحرك بشكل قذر ومنحط على اجساد هذول الاطفال وكأنها عين شخص مريض ماهي كاميرا الى وين الى وين بتقولولي يا وجيه يمكن الفيلم توعوي يحاول يوريك ان الاطفال يحتاج لهم رقابة وحرص غلطان والله غلطان يا صاحبي والف غلطان شغل مخك الله يرضى عليك اي توعوي اي بطيخ اذا انتم يا نتفليكس تتوقعون ان هذا الفيلم توعوي بطريقة ما وانه يا اولياء الامور ويا عوائل العالم لازم تنتبهون لاطفالكم ولازم ترقبون اطفالكم ايش يتابعون احب اقول لكم ان هذه اسوأ طريقة توعوية امنعونا منها ما نبغاها انا كاب وكل اب في هذا العالم يعرف مصلحة اطفاله ونعرف ايش مفروض اطفالنا يشوفون وايش ما يشوفون نعرف ايش اطفالنا مفروض يقرؤون وايش مفروض ما يقرؤون جالسين نجاهد بيدنا وبرجولنا جالسين نشتغل بكل الطرق على تربية ابناءنا احنا حريصين اكثر منكم قرر لا تشيلوا هم خلو لنا اطفالنا وانتو خلوكم في اثارة الجدل اللي نقدر نتجاوزها ابعدوا ابعدوا عن المواضيع التاف هذه اللي والله شي تافة لو يجونك حقين روتين تميتو ويقيموه 90% هذا الفيلم يحتوي على تبن انا اسف والله ما احب استخدم يحتوي على تبن اي رسالة اي رسالة يوم انك تجسد لطفل بملابس وبمظهر ما يليق بطفل وجالس تقتل براءته مو من حقك البتة وليتو فيلم وثائقي او تعليمي ومحترم لا فيلم للكبار فقط فيلم مقرف فيلم مقرف ومقلم يقهر يا جماعة يقهر معل بتكلم اكثر من كذا خلاص انا ما ادري اشي بيكون مصير هذا الفيديو ولكن اللي انا حريص عليه اشد حرص اني اوضح للمتابعين وان كانوا قليل او كثير انه الفيلم هذا ذنب وخطيئة ونقطة سوداء في سجلكم يا نتفليكس ولازم لازم يحذف وانا شخصيا كوجيهة الغيت عضويتي واشتراكي في نتفليكس واتمنى من الكل انهم يسووا نفس الشيء ولو انحذف هذا الفيلم تماما واعلنوا رسميا انه انحذف بك الساعة لكل حادث الحديث اي نعم هذا الشيء بيضرني كمراجع للافلام ولمسلسلات لان نص العالم يتابع عمال نتفليكس ولكن ما باليد يحيله المنصات الثانية فيها الخير والبركة مع السلام